طب من الحاجات المهمة كمان واللي بنتبعها دلوقتي كمان على الشاشة تفاقص سيادة رئيس لمشروع الصوامع مجمع الصوامع طبعا نحن عارفين ان الغلال كانت قبل كده بتخزن فين ونسبة الهدر بتاعتها كانت بتبقى عاملة ازاي لكن اعتقد انه فيه اهتمام بالمنظومة ككل مش مسألة الزراعة فقط لا ده احنا الزراعة والتوسع الرأسي والتوسع القفقي طب هنحتفظ بهزي الغلال فين في الصوامع اعتقد دي من الحاجات المهمة برضو انها يكون موجودة في نفس المكان اللي في المشروع في خلال 14 شهر عندنا صوامع صايلوس بمكون محلي كبير جدا يعني الرئيس عام المبادرة من حوالي سنة كل المصانع اللي شغالها في المكون المحلي للصايلوهات او للصوامع يقدر يوفر يقدر يخش الصناعة دي وفي فسادة زعالية جدا عندنا النهاردة 800 الف طن ساعة تخزينية ل800 الف طن من الحبوب كلها يعني من قامحة من دولة صفرة وفلسرويا من القرص قادر يخزينهم في الصوامع يمكن يكون عندي فعلا انتاج وفير وما عاوش احافظ عليه صحيح فالجزء من الاستدامة ان انا اقرأ بحافظ على الحاصرات الزراعية بتاعتي وعندي تكنولوجيا لبست هاربس للتعامل مع الحاصيل بعد الحاصرات وده تكنولوجيا جامع جدا في الزراعة وتخصص كبير هل في محاصيل تانية بنتكلم عليها بيتم الزراعيتها بنهدف بيها انا احنا نوصل احنا راحين سيناء احنا عندنا في سيناء النهاردة مشروع للإستصلاح 450 الف الدان اشوف ان سيناء فهم حاصيل نباتات طبية وعصرية ان ديمي كناك لازم دورة اخذها بكيمة وضافة عالية جدا يعني حركة تخيلي انك سيناء تعد من ضمن الوجهات العالمية في نبات طبية وعصرية لازم القوات المسلحة يبداع هل لسا نتكلم في الفقر الفاتح عن الموضوع ده مهم جدا يعني مهم جدا احنا بندرسوا حاطة للطلبة في الجامعة اولا لازم تحرك تعرفوا ارض سيناء تركيب الكيمة وبتاعها ارض الزراعية بنعمل نجي نزرع دايما بنعمل تحليل الكيمة والتربة والمية ارض سيناء مختلفة عن ارض مصر كلها طبيعة التربة هناك العناصر للتربة ايو اما يجي نحل التربة لي فيها نباتات في الورا عشان تكونوا عارفين مصر تمتلك مايكروب من الفين نبات طبي وعطري احنا مش راكين قمتهم فما ليجي نزرع انا ممكن نقدى حالك مثال بسيط خالص نباتة اسمه مورد كستيل ونباتة اسمه أمي فزناك نباتة للكلة ونباتة للكابت الفدان منه يعمل 600 ألف جنيه الفدان قدى القمح مايكروب مثلا من 10-12 ضعف يبقى وانا رايح سيناء عندي رؤية كبيرة جدا وعندي فجان حلوة قوي ازاي نحاوز على الاول على استدامة الموارد المائية في سيناء وحاوز على الارض اتلوث مفعش يخش فيها مكون كيماوي وراحين لمفهيم جدا بدلاتة خصوصي الأصيل في الزراعة راحين زراعة أورجانيك في سيناء يبقى وانا رايح اعمل سيناء لو الدولة بتطرح الرؤية في سيناء انا ازرع للطباية عطرية او صناعات زراعية من نباتات طباية عطرية أورجانيك اعظم برمو كلا مقابلية جدا جدا يعني فانا بحيوك جدا على السؤال الثالثة وديه اللي مهم برضو بخصوص التصنيع الزراعي ان اشوف ان ادخل القطاع الزراعي في التصنيع اولا اندخل فرص عمل مباشرة وغير مباشرة طبا